اشتركوا في القناة لما اعطى تعليماته بتكوين لجنة متكاملة ومتكوينة من كل المعنيين والمسؤولين والخبراء والفقهاء من مختلف القطاعات باش يعمقوا التفكير ووفق الشروط اللي وضعها امير المؤمنين واللي كتحتارم خصوصيات المجتمع المغربي ومرجعيتنا الاصيلة في الدين ولكن ما زال لجنة منطقة بكل موحدة بخصوص العمل ديالها وشي وحدين شعابة قيرة منهم العدل والإحسان وعبدالإله بن كيران البيريمي يعني المنتهي صراحيته بدوك يخوضه في نقاشات بيزنطية بن كيران قال لك غينضم مسيرة مليونية علاش الله أعلم الله يلعن لي ما يحشم عندك بعدة باش تنظمها وانت ما قدرت يتكون حتى فاريق في البرلمان علاش بغيته تخلقون نقاش على مشروع ما زال مخرج للوجود هدية ديال مالك مزغب ياك جلالة المالك قالك لمواضح بصفته أمير المؤمنين وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان فإنني لن أحل ما أحرم الله ولن أحرم ما أحل الله لا سيما في المسائل التي تؤثر تؤثرها نصوص قرآنية قطعية هذا معناه أن مالك البلاد بصفته الدستورية كأمير للمؤمنين قطع على نفسه وعاهد شعبه بضمانات كبيرة باش ما يسمحش بمس الخطوط الحمراء اللي في ديننا الحنيف وباش يصهر على باش تكون المدونة مستجيبة الحاجيات لمجتمع المغربي والمتطلبات التنمية المستدامة وباش تسهم كتر في انتجام القوانين اللي كتأثر الأسرة مع تشريعات ديال بلادنا وهذا شي كله يكون مشروط باحترام مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات مجتمعنا وهناك كل الاجتهاد والتشاور والحوار وهناك تشارك كل مؤسسات والفعاليات المعنية بحل المجلس العلمي الأعلى اللي الحمد لله كيتكون من عشرات العلماء الأجلاء يعني حوالي خمسين عالم وراه كينا الرابطة المحمدية للعلماء وكينا وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة النيابة العامة وزيد البرلمان بجوج غورف ديالو يعني كين غربال موره غربال وفي وسطهم غربال باش ما تزهق حتى شي حاجة منه في يلتين قدم هاد شي كامل هعلاش هاد القيامة اللي نايدة دابا وهاد الجران ديال الكلام الخاوي هعلاش نايد شي يجدب شي يتجابد في الهضراء حي تتربات وثيقة اقتراحات من المجلس المكلف بحقوق الإنسان هعلاش هاد المجلس قوة من الهيئات اللي موجودة باللجنة ديال تعديل المدونة إلا كان هاد المجلس بهاد القوة والحضور هعلاش ما تسنداتش له المدونة كاملة يعدلها ولا يخرمزها ولا يدير مبغى خاصنا نلعن الشيطان ومنشوشوش على عمل لجنة وانتسنون الوثيقة اللي من المفروض يتم رفعها الجلالة المالك ياك سبق قولت من هاد المنبر باللي المجلس ديال حقوق الإنسان من نهار التحقات بها الرئيسة الحالية أمين أبو عياش وهو كيخربق وغادي وكيدر من اللي يستر كون كانت هياكي لهذاك المجلس مشدودة الأركان كيف كان من قبل كون ما تصربت لوثيقة لجوج علما أنها مجرد تصورات ومقترحات كتنطالق من زوايا مرهونة بمرجعيات أعضاء المجلس نفسه كل هو حاله وكل هو انتماءاته وكل هو أهدافه وهاي الشفاديا لهم بو عياش كلفاتهم يجتمعوا بش يتفقوا على المقترحات التعدلية وهوما اختلفوا مع بعض ومشاوا كيش هوروا بالأمور في الخارج المهم من الخيمة خرجع وج أنا مره وما كانوا تقغير في الضمانات دي الأمير المؤمنين وفي العهد اللي اعطى لشعبه أنا مره وعندي ثقة في الوطن وفي النساء ورجاله وشبابه وما يمكنش يشويش علينا مشويش هي كان بنية سياسية أو بنية تطرفية أو بنية عدمية أنا مره وبغيت نواة المجتمع اللي هي الأسرة تبقى قوية باش يكون مجتمعنا قوي ودولتنا قوية أنا كن احترم العلماء والهيئات والمؤسسات ولكن ثقتي الكبيرة في التوابط دي الأمة ودية المقدسات كين ربي في سماه وكين الوطن اللي يدوم استقراره والمالك اللي يدوم عزه وسالينة من جر لي ينجر ليك وعلى قدر الاستقرار دي البلادي بغيت نمشي بيكم الموضوع آخر حتى هو مهم لنا كاملين النظام الجزائري قرر يبكر بالانتخابات الرئاسية بطل تشهر قبل الوقت يعني انتخابات سابقة الأوانها أو كيف قلنا في برنامج نخرجوا لها ديريكت اللي كيتبت على برلمان راديو صارقة الأوانها ولكن ستقولوا لي واذا حرق شطاط نحن اضبروا رأسهم أبداً أخوتي هذوك الناس ما كيديروش شي حاجة إلا وبين عينيهم المغرب احنا كنقولوا باللي هما كيسعاوا تكون عندهم مشاركة أوسعة في التصويت حيث في انتخاب الرئيس عبد المجيد الفيتا لقوا الصناديق خاوية والناس قاطعوا الانتخابات ومن يجوي حسبو حسبو غير اللي قسم الله وزادوا في النسبة باش يوصلوها العشرين وينفخوا فيها وعاد اعترفوا وقالوا باللي راه أضعف نسبة منذ انطلاق الانتخابات التعددية يعني في تاريخ الجزائر يعني الجزائريين تجوا من النظام وقالوا كلمتهم نهارت صويت وها خبراءهم كي اعترفوا بوضوح ونسبة الانتخاب المشاركة كانت الأدنى في كل الرئاسيات في مرحلة التعددية ولكن فجأة خرجوا عبيد النظام الجزائري باش يقولوا راح نبكرنا بالانتخابات حيث الأمور ما كتطمنش ويمكن تكون حرب في المنطقة نسمعون لها دخينا ديسمبر الماضي تحديدا كان هناك من يدفع بالمنطقة إلى مواجهة عسكرية وهانتوما ها هو واحد من المدسوسين دي النظام الكبرانات في أوروبا واللي كان عوضه في البرلمان الأوروبي اسمته كاريم الزريبي كيتباهى في المحافل باللي هو فاعل ضمن اللوبيات الجزائرية في أوروبا نسمعوا له كيهدد بأسلوبه وكيقول باللي المنطقة كيتوجد لشي أمور اللي وصفها بالخطيرة وكان محللين في صحافة الزيرو الحرير اللي قالوا باللي الحرب ضد الجزائر كانت غا تنضف دوجامبير وكانت غا تشارك فيها إسرائيل كل محامات هجمات على إسرائيل ومن بعد تشغلت إسرائيل بالهجومات على غزة والله ما عرفت هاد الكبرانات اش كي يياكلوا ولا اش كي يشربوا حيث سمعت باللي الحمير غا ينقارضوا من الجزائر ما دموا لحمهم كيتباع في السواق وراه كانوا كي يعطوه غير الأسكر ودابا بغاوا يعطوه للمواطنين ولكن اللي عرفه من صغري أن مخ الطبع هو اللي كي يكاللخ ماشي مخ الحمار يا عباد الله هذا عندها يومين وثل هذا في ولاية تلمسين كي الناس يذبحوا الحمير يخدموه في يوم ضاشي ومرقز ويبيعوه البوشة هنا رباح يقول أعطوني ترخيص والله نقدر نوفر لهم الكمية المطلوبة من لحم الحمير في الجزائر فلا يمر يوم إلا وتسمع فيه خبرا عن ضد محل يبيع لحم الحمير او مثلا خلي ذبحيها ده ما شغان في السرق أن دولة لم يجد حمل المواطنين دولة وبغاية تكتافي بالقطاني للشعب كي تقول ره بغاية الدخول في الحرب وره سرعات بالانتخابات على قبلها التوقعات واشفين مطبخوا طبخة جديدة كيمشيوا يكتبوا على شعبهم ويبنيوا ليه فخري قضوا التعبئة سمعوا الصحفي المصري عيماد فواز كيف يعلق على الانتخابات السابقة الأوانعة وطبعا قد من الانتخابات ستبقى في ستمبر وانتحك دحك في ستمبر الشعب راه عاق وما بقاش كيمشي حتى الثناديق الاقتراع الشعب كيقول الحكام ديولو آرى لين الحليب نخذ والنحم فينا هو سمعوا لهذا المواطن اللي ملقاش الحليب الحمد لله وبعد معاناة طويلة في طوابيل يزيد طولها حوالي عشرة أمطار تمكنت آخرا من الحصول على كيسيني من الحليب وأنا جده فرحان وشوفوا في نوصل الحال بالجزائر وعاد اعتقلوا حال من بائع بسبب الاحتكار كما كانوا عملوا الحملة بتاعت التجار المحتكرين وراح قضى على نص الجزائر قال لك محتكرين واحنا نشوفوا الهبال في نوصل عالم دي حال فلا تهبل الكوكب كله نشوفوا هات تدشين اللي داروا في اسلهام والصورة ديال الرئيس يعني لما حضرش بجسمه يحضر باسمه ونشوفوه هنا كي يصلي في جنب الإيمام وكي يسبح قبل من الإيمام هدي ما كينهاش في شي بالد إسلامي اللي حصولوا ما فيها هادوا بغوا يحمقوا شعبهم وهذا الشي يلخصوا هاد المواطن الجزائري اللي من كترة الجوع مش يسخر بنوكت بإمكانية زراعة البيض جزائري وأول عربي وأول مسلم نزرع البيض أولادي أول البيض أولادي أخذوا بعينكم دي شوفوا أولادي إذن هنيئا الجزائر بأول واحد كي يزرع البيض وبأول رئيس كي يصلح لإيمام باش ما يسبقوش وبأول بلد دار مناورات إسكرية داخل المسجد وبأول بلد في العالم لما ما يحضرش الرئيس في تدشين يديروا ليس تلهم ديالو وصورته حدث تلهم وأول بلد تتوهم حرب وتبكر بالانتخابات بثلت شهور فقط بلد العجيب والغريب الله يكون في عونكم أخوتي الزايريين وأنتم أخوتي المغاربة نوصيكم بالحيطة والحضر من كبرانات الزاير ومن دوك اللي خدامين معاهم هنا في المغرب وفي الخارج وقبل ما نختم نبغي نشير باللي في هات السمانة تمات متابعة عبد المولى عبد المومني رئيس تعاضضيات الموظفين وهو في حالة اعتقال وهو اللي كانوا مسؤولين معاه في الوقت أخوتي اللي الناس مع الدبا مع صحتها في التعويضات على المرض والدوى المسؤولين على هات التعاضض ديال كانوا دايرين ما بغوا بالصفقات والتلاعبات وفي هات السمانة أيضا انفاجرات جوج فضايح اللي كتعري كيفاش لمؤسسة الأمنية في بلادنا مستهدافة ونحن كنعرفه أنه بلا أمن ما كين تنمية وما كين استقرار كيف كنعرفه أن الجهود اللي كتقوم بها هاد المؤسسة خلاتها محط قدير كبير عند كل دول العالم يلح يدنا العديان ويجي صحفي بحالمومو يدير يديه في الدين الحساد والعديان ويتطاول على الأمن والمؤسسة الأمنية يمكن يكون مقاصدش حيث كيتلهف ورا ورا الإشهارات وتدخل الفلوس والزيادة في حجم الاستماع واحد كيجري أشفار أشفار أيه ولكن بش تزيد الاستماع لبرنامجك تدمر سمعات بلادك كاملة واقتصادها واستثماراتها وسياحتها كيفاش تسمح لنفسك تضلل الرأي العام وتموهه وتغلطه حيث قدامك ميكروفون وكيفاش ترضى لنفسك بالالتفاف على مهنة من المفروض في هالمصداقية والنبن وش أنت كين في هذا الدنيا ولا مكينش ورا عندنا بزاف د الفيديويات اللي كي يأكدوا أن مومو كان كيتصرف دائما هكذا سوف نعود لهم مرة أخرى كيف سوف نعود مرة أخرى؟ السواطئ اللي داره المسؤول السامي عبدالله بوصوف مع الخائن دريس فرحان اللي كنسميوه إبليس فرحان واللي متواطئ بدوره مع الجزائر ومسمي موقع ديالو باسم جاريدة جزائرية عدو المغاربة ولكن هاد شي راه غير طرف اللي باين من جبل كلج وما خافية كان أعظم واللي كيعطوله خبار الملاوطة للخائن غيطيحوا غيطيحوا وقاموا لنوبا كيف كيقولوا المغاربة يعني على منطر وديرها غازوينة